حشد العرب وبأعلى مستوياتهم القيادية موقفهم في مؤتمر دعم القدس بالصمود والتنمية وتعزيز موقف أهلها ونقلوا قضية القدس إلى الرأي العام العالمي في خطوة تجسد التضامن العربي في طريق الدفاع عن فلسطين وقضيتها ومقدساتها وجاء المؤتمر الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تنفيذ لتوصيات قمة الجزائر الأخيرة إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة الساعية إلى إفراغ المدينة من أهلها ومحاولة تهويد المسجد الأقصى وحضر البعد الاقتصادي والاستثماري في المؤتمر بالتوازي مع المحور القانوني باعتبار أن تعزيز الاستثمار بالقدس والبلدة القديمة منها أحد أساليب المقاومة والصمود وخلال كلمة الأردن أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشيقاء الفلسطينيين على أرضهم مبينا أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية نجدد وقوفنا إلى جانب أشيقان الفلسطينيين ونطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلية للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 عسبتها القدس الشرقية ونعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاكتحامات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود فأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واشتقرار المنطقة بأكملها من جانبه شدد الرئيس المصري في كلمته على أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى مصر والعرب مؤكدا دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين وضع الطرفين والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة لذلك فإنني أغتنم هذه المناسبة لتجديد دعواتي للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل معا على إنفاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي كما أدوى الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جزور الأزمة المتمثلة في الاحتلال ولن تألوا جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المصار السياسي كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهديئة بالضافة الغربية وقطاع غزة وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أشكال العدوان والإضطهاد خاصة في القدس المحتلة مشيرا إلى أن المؤتمر المخصص لقضية القدس سيكون بمستوى تلك القضية الكبيرة التي يتناولها وكما رفض شعبنا وعد بالفور ونتائجه فقد رفضنا أيضا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزارها أو تزييف تنصي حقائقها ورفضنا صفقة القرن التي أطقها الرئيس ترامب وأعطى كل القدس للإسرائيلين لليهود ورفضنا ولازلنا نرفض نقل السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى إلى القدس كما رفضنا في شهر يوليو 2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج من الأقصى وضرب أهلنا في قدس قروع أمثلة البطولة والوحدة مسلموه ومسيحيوه في التصدي لهذه المؤامرة وأفشالها يذكر أن قمة الجزائر الأخيرة أوصت بضرورة وضع وصياغة استراتيجية عربية موحدة تحدد المواقف تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية وعدم التنازل عن اعتبار مدينة القدس ذات المكانة العربية والإسلامية لبرنامج بيت الكل شادي الشخامبة التلفزيون الأردني